نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إغلاق ملف مقدم عقود أربع لاعبين أجانب بإجمال 11 مليون ريال وذكرت صحيفة الرياضية أن الثنائية المصرية أحمد حجازي وطارق حامد المغربي عبد الرزاق حمد الله البرازيلي رومارينيو حصلوا على مقدمات عقودهم بإجمال 11 مليون ريال حيث وافق الرباعي الأجنبي خلال الفترة الماضية على تأجيل تسلم مقدمات عقودهم بالاتفاق مع إدارة الاتحاد وتستعد إدارة الاتحاد نحو تسليم الدفعة الأخيرة من مقدم عقد الحارس البرازيلي مارسيلو جيروه والمهاجم محمد الصيعري خلال الشهر المقبل واستعاد الاتحاد كافة عناصره مع عودة الدوليين والأجانب بعد فراغ همن المشاركة مع منتخبات بلادهم في إطار الاستعداد لملاقات ضمك في الدوري السعودي ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي برصيد خمسون نقطة من واحد وعشرون مباراة بفارق نقطة عن النصر الوصيفة بينما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد ثمانية وعشرون نقطة في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو